مساء الخير أعزائي المشاهدين في برنامجكم بيورفت كل سنة وانتو طيبين واخواتنا الأجباط بخير ومصر كلها بخير وسلامة يا رب ازاي حركة يا دكتور؟ الحمد لله ايه الأخبار؟ كمان زي ما وعدناكم هكون معاكم أنا آية جيار ودكتور حاتن باجات مدير تحرير المجلة بنها الطبية البيطرية للتعرف على عالم الطب البطري قررنا بيورفت عفواً قررنا بيورفت نصلت الضوء على الطب البطري ايه دكتور الأخبار؟ الحمد لله يا اختبار مجالز لنا ايه النهار ده؟ والله يعني ان شاء الله نتكلم في الجزء الأول عن طحنت والتشريح جزء الثاني بداية مشروع انتاج الأرانب وفي الجزء الأخير وفي نهاية الحلقة يبقى عن الأمجاسري كبحثة علمية يعني وكده ان شاء الله قل لي بقى دكتور الكلب ده متحنت ولا متشرح وإيه الفرق؟ الكلب ده متحنت الأول وبعدين تشرح بعد كده الفرق بين الطحنيت والتشريح الطحنيت بيهدف إلى حفظ الجزء في هيئة مشابهة لوضعها في الحياة وكان الكدماء المصريين كانوا بيعتقدوا ان هما يخلوا الجزء السليمة وزي ما هي بالزبط عشان يسهل على الروح التعرف عليها لما ترجع الاعتقادهم بالايه؟ بالبعث بعد الموت فإذا فن الطحنيت ان احنا بنحفظ على كيه واحد يقول لك هو كلب حي ولا ايه؟ يعني شوف شايفون فتح بقه ويكاد يكون اللسان خارج وبيلهس سايما الكلب الحقيقي بيعمل أو اللي عايش بيعمل ده ده الطحنيت أما التشريح طبعا التشريح أو التشريح ده بنقطع 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 بالطبقات ونشوف الحاجات الأعمق عشان ندرس فده غير ده خالص ده عاوز يفصر ويتعلم وكلام من ده وكده وده عاوز يحافظ عليها بيئتها زي ماهي علشان يسهل على روح التعرف عليها لما ترجع عليها تاني بعد الوفاية وفي الكلية عندنا بنعمل الكنين بنحنط ونشرح؟ احنا بنعمل التحنط الأول عشان نحافظ على الجثة ما تتعفنش ورحيتها ما تغيرش وبالتالي نقدر ندرس عليها فاحنا بنحفظها بحان الفورمالين انا ذكرتها يا دكتور انا طالبة مثالية كده اكيد انا خلص يا دكتور خلصت علام دلوقتي هذكر بقى طب بطري خلص هقدم عندك في الكلية اكيد يعني شرفي شرفي الله يخليك فدلوقتي انا عاوز اقول ان احنا مثلا بنحنط الجثة ليه بنحنطها علشان نقعد ندرس عليها سنتين او اكتر مش هطبوز لان احنا بنستخدم ايه حقن الفورمالين داخل الوعائي داخل الوعائي يعني ايه داخل اوعيات دموية داخل اوعيات دموية يبنى تبا نعمله احنا في وريد ولا في شريان لا في شريان مدة التحنيت يعني الكلب ده مسلا قاعدت تعمل فيه ايه والله انا ببدأ الاول بان انا بخدره بجيب الكلب ده حي بخدره بخدره بالاستنشاق بجيب قطنة والقطنة دي ببلها كلوروفورم مادة مخدرة وحطها على الفم والانف طبعا الفم والانف اللي انا حطيتها على الانف بس ممكنها تنفس من بقه خلاص فاخدها وطبيعي ما فيش كلوروفورم ناما على الانف والفم فبرغمه انه يشم الكولوروفورم لما بيشم الكولوروفورم بيخش في التخدير لما يتخدر بينام فمش يحس بالقلم اللي انا بفتح علشان اعمل ايه اطلع الشريان بطلع في منطقة الرعبة شريان اسمه شريان السبات العام شريان السبات العام هو اللي بيغزي الرأس كلها فالشريان السبات العام ده هو او الكومون كاروتد ارتري بفتحه مثلا فتحها كده طولها حوالي اتنين سانتي بالطول مش بقطعه خالص بيصف الدم لما بيصف الدم ده بيكونه جرح افضل الى الموت يعني نزف كمية كبيرة من الدم فايه فمات كده وده يعتبر موت رحيم لان انا كنت مخدره فما كانش حس بحاجة حاجة تانية ان انا مش بعذبه ده لاغراض تعليمية وكده يعني فانا مرغم على كده يعني او فيه هدف نبيل من وراء الحكاية دي يعني فبعد ما يصف الدم على طول كده خلاص مات هو لفظ انفاسه الاخيرة بقوم بدخل ايه كان يولا فيه كان يولا او مثلا نقول كده انبصت خرطوم جلوكوز زي الخرطوم بتاع الجلوكوز ده ودخله في الشريان مع اختلاف الفرق بقى هذيني بنعمل ده دكتور مره على الهواء مفيش مشكلة نشفيه ونقطعه عادي انا ممكن نصور فيديو اللي احنا بنعمله في الكلية ونجيبه يعني بقى سهل شوية عجب بس للستوديو وكده طيب وبعدين نقوم حقنين الفرمالين بيعلق ده بقى مثلا في ايه في جردل مرتفع شوية بقى الفرمالين هينزل بالجرافتي بالجاذبية الارضية وينتشر في الاوعية الدموية يعني كده يروح القلب على طول ومن القلبها يروح ملقورتة وتوزع جميع اجزاء الجسم ولسه شعرات الدموية ما حصلهاش كل لابس ما حصلهاش ايه انها اتقفلت فبينتشر في الجسم كله وفي الانسجة كلها ماشي يجي بقى الفرمالين ده مادة حفظة وضد للبكتيريا والفطريات والفيروسات وديس انفكتانت مطاهر يقوم ايه يموت كل البكتيريا وكده ده مفيش بكتيريا يبقى مفيش تحلل مفيش تعاف فاهماني بعد كده بيعمل ايه برسيبتيشن لتشو بروتين يعني اقولك وحفظ ازاي برسيبتيشن لتشو بروتين يعني ترسيب لبروتين الانسجة فاشان كده بيعمل هاردنج او تيبس او تصلب ايه اسرار التحنيط بقى اه اسرار التحنيط طبعا الكلمة اسرار التحنيط طبعا بتنسب الى الفرانة لان طبعا الفن ده مفيش امة جارتهم فيه وكانوا طبعاً لاعتقادهم إن الإنسان هيبعث تاني بعد الموت والروح ترجع له تاني فبيحفظوا على الجسد بحالته بحالته بحيث إن يسهل على الروح التعرف عليه طبعاً أقولك على حاجة ظريفة بقولك بقى كبير الكهنة كبير الكهنة اللي هو كان بيلبس على رأسه قطاء أو قناع قناع يشبه الإله أنوبيس يشبه وجه الزئب ويرمز إلى إله أنوبيس اللي لا أنوبيس في معتقداتهم طبعاً هو إله التحنيت والجبانات بيعمل إيه بقى؟ بيبدأ الكبير المحنتين ده بيعمل شأ بحجر أسيوبي في الجانب الأيصر من البطن الجانب الأيصر من البطن طول الشأ ده 13 سنتي 13 سنتي ما زودش عن كده هيستخرج كل الأحشاء من 13 سنتي دول ماشي؟ وبعدين أول ما يعمل الشأ ده يقوم يجري يفر هارباً إنما بقيت الكهنة وبقيت المحنتين يصب على رأسه اللعنات ويرمو بالحجرة بمثابة عقاب رمزي لأن ده أنت شويت الجسة ده أنت عملت أطع أو فاتح في الجسة فالروح مش هتعرف عليها فهو ده مشهد مصرحي لتقدسهم بأن الروح هترجع تاني ويتعرف على الجسد وكده هو ما يكملوا بقى بقيت كنت قريبت معلومة إن التحنيت وأفعائك قدام علم التشريح إيه ومدى مصدقية المعلومة دي؟ ما هو قلنا الأهدف مختلفة التحنيت هدفه يحافظ على الجسة سليمة يحافظ على الجسة سليمة بحيث يصل على روح التعرف عليها فإذن مش هنخدش فيها مش هنقطع فيها مش هنشرح ده كده وقلنا طبعا إيه الراجل اللي عمل الشاق ده صب على رأسه اللي عناته كده تماما ولكن التشريح عاوز إيه عاوز قاتنج بارس مقطع أجزاء علشان أنا أشوف التركيب الأعمق مش بقى بقولي الروح هترجع وتتعرف وكلام من ده لإنه بقى في أديان بقى عارفين إحنا إيه اللي بيحصل من خلال إيه من خلال الأديان ومن خلال الرسل فإذن إحنا دلوقتي عاوزين نتعلم فالجلد كده إيه اللي تحت الجلد نشيل ده عضلات سطحية طب نشيل العضلة دي نشيل ده عضل أعمى ممكن نتفرج على الكلب وبعدين نطلع فاصل تفرجنا على الكلب أهوم اتفاضل طيب دلوقتي الكلب ده طبعا زي ما اتفقنا وطبعا كده ده ده محكاة بقى لإن ده بقى دي الكولة بتاعته اللي هنشده منها وكده منه الدم وبعدين بعد ما الدم كله يتصفى بنحن بندخل فيه كانيو لا او خرطوم جلوكوز بيبقى متواصل بقى بجردل بقى محطوط كان مرتفع علشان الفرمالين ينزلوا طبعا ممكن نعمل حكاة دي من ناحية ده او من ناحية ده خلاص طيب الاولة اللي حطيت ايه قطنة على فم وأنف الكلب كده علشان ايه مبللة بكلفورم عشان يتخضر ايبا دي بيسموها الانهليشان اناسيزيا او التخدير بالاستنشاق خلاص طب اللي قلنا الفم والأنف ليه عشان لو عملت على الأنف بس ممكن يتنفس من فمه فيوم ياخد هوا مفيش كلفورم ما يتخضرش طيب كده بقى اتخضر فكده ايه نام فمش هيحس بقى علمالة بفتح بقى في الرقب وكده ده مش هيحس صفة دم ده جرح افضل الى الموت بيبقى انتجاهها ومنتجاهها ناحية القلب يروح القلب يتوزع في الأورطة يتوزع لجميع عجزاء الجسم وانتشر في الشعارات الدموية وفي الأنسجة كلها لأن الشعارات الدموية بتبقى لسه ايه مفتوحة كده بقى الكلب ده اتحنط انا ممكن اشوف بس اللي تحت زي دكتور بعد كده احنا بقى بنشرحه احنا بقى مش عاوزين بقى ايه زي الفرع احنا عاوزين نشرح علشان نوري الطلبة ونعلمهم عليه فبنيجي بنشرح بقى بنشوف مثلا العضلة دي مثلا عضلة سطحية مثلا دي اسمها مصل مثلا لا تسمى الزرزاي لا تسمى الزرزاي او العريضة الزهرية العضلة العريضة الزهرية ماشي دي عضلة في عضلات تانية كتيرة موجودة زي اللي هي كسرنا الأبليك قدومنا المصل او العضلة البطنية المنحرفة الخارجية يعنينا اليفة ميلة كده وفي الداخلية وفي المستعراضة ايه ايه بقى ده دكتور اللي طالع منه ده اللي هنا ده طالع ده جزء من الأمعاء ده جزء من الصائم الأمعاء الدقيقة اهي احنا فاتحين عشان نبينه هو ان احنا بنشرح وطلب الحاجة مش متعفنة ومش متغيرة اهي دي ما احنا شايفين كده اه فلو انا مثلا اه جيت هنا كده عشان يبقى أنسب فبقول ان ادي العضلات هاي وبعدين هنا انا فاتح البطن فاتح البطن ادي البطن تجويف البطن مفتوحة هو لا استأذنك معلش يا دكتور اقف مكانك عشان الكاميرا توضح الكاميرا يا دكتور استأذنك اوكي اوكي ده بنا هشاور ازاي كده يعني كده احنا فاتحين جدار البطن هو بعد ما قلنا طبقات العضلات كلها ماشي فكده باين الايه العشاء هي فباين كده دي دي اللي يلق معاه الدقيقة واكثر تحديدا ده اللي هو الجزء اللي هو الصائم او الججنم طب الصائم ده سموه صائم كل ما يفتحوا بعد الوفاء يلقوا فاضي من الاكل عشان كده سموه صائم ازاي اللي قابله واكل واللي بعده واكل لان دي منطقة امتصاص خلاص انزيمات الهضم خلصت اتفرزت في المعدة اتفرزت من الكبد ومن البنكرياس ومن الاثنى عشر وكلهم عملوا الهضم فبالتالي في الحتة دي الجزاء الممتص الجزاء المهضوم بيمتص ويوصل لطيار الدم ماشي يروح الكبد بقى عن طريق الوريد البابي علشان يحصلوا ايه تمثيل الجزاء فده اللي هو الصائم كده انما اللي انا ماسكه في ايدي ده كده ده جزء من القولون وفي ناحية اليمين ده ده اللي هو القولون الصاعد بعد كده عندي هنا الصدر مفتوح وهو كمان الصدر مفتوح انا بفتح الصدر وعشان اوري للطلبة بتاعتي واشوف مثلا دي ايه دي الرئة وفسوس الرئة اليمنى دي الرئة اليمنى ناحية تانية في الرئة اليسرى بين الاتنين موجود الايه موجود القلب هو الوضع ده في كل الحيوانات يعني الوضع ده في كل الحيوانات مع بعض الاختلافات طبعا بجي مقارن بينهم لان مش كل حاجة زي التانية يعني عدد فصوص الرئة مثلا في دي الرئة اليمنى في الحصان ثلاث فصوص في بقية الحيوانات اربعة ماشي فانبص دايما فيه اختلافات وده اللي هو علم التشريح المقارن خلاص المهم ان انا دلوقتي وده بديل ايه او ايه اللي حصل في العينة دي الجديد فيها والي هو يعتبر وقت برأة اختراع ان احنا كنا من الفرمالين ده مهيج للعين والاخشية المخاطية وبيخليها ندمع وطلبا متضايقين وشعافية وكلام من ده ماشي فكنا بنغسل موايا وبرضو كل ما نفتح بالماشرط يطلع فرمالين جديد فاذا دلوقتي احنا عملنا ايه بقى دلوقتي عاوزين نشيل الاسر الدار للفرمالين الفرمالين عمل مادة حفظة كويس جدا ومادة واحدة فراعنا كانوا بيستخدمه ويجي يجي خمسين حاجة ماشي دي مادة واحدة خلاص طب انا نوم غسلينه بمية مية كويس جدا عشان اشيل الفرمالين السطحي اللي بعد انا ما شرحت بعد انا ما شرحت وعملت اللي انا عاوز اشوفه كده اغسل بمية ماشي انقعه في مية فترة طويلة اسحب المية بايه باسيتون احطه انقعه اسبوعين في الاسيتون يسحب المية منه طب الاسيتون اللي موجود جوه ده تموه ريحته برضو مزعجة اقعه ما شيل الاسيتون بايه بجليسرين انقعه في جليسرين اسبوعين كمان طب الجليسرين هيخليه ملزق وكده انا مش عارف اولي الطلبة عليه حاجة ماشي طب بنشيل الجليسرين بايه بنشى دوره طب بنشى دوره هيجي على الجليسرين هيعجل لا حطينا النشى دوره ده في كياس وماشي تمام اتفضل لدكتور عارض وعملنا ايه تكفيف ليها وبقى بالشكل ده اه اقول لي يا دكتور هو صحيح مؤسس الشيوعية في روسيا متحنت بالفرمالين لينن لينن مؤسس الشيوعية في روسيا متحنت من سنة 1923 بالفرمالين عن طريق حقن الفرمالين يعني الفرمالين ده ممكن حنت بيه بن قد مين اي جسس ما ايها نفس لنفس الفكرة جميع الجسس التي التي تحفظ لأيام قبل الدفن في الولايات المتحدة يتم حفظها بالفرمالين اما وعائيا داخل شريان او وريد او منطقيا منطقيا يعني في منطقة كل منطقة لو فشل الحقن داخل الاوعية نتيجة تجلط الدم فلينن موجود في تابوت ايزاز ولابس البدلة وجرفاتها وكده وبيعملوله بس كده ايه روتوش على الواجه وكلام من ده كل فترة لنما محفوظ بحقن الفرمالين فقط ناس بتيجي تزوره بقى شوف 1923 يعني كده فاضل ثلاث سنين وبكمل قرن من الزمان بالفرمالين ماشي دكتور ايه رأيك نروح للفصل سريع ونرجع نتكمل فاهم التشبيح التشريح ولا الارانب كله يا دكتور مش هنحرمك من حاجة فاصل ورجعنا لكم تاني من المشاريع المنتجة الارانب قولي بقى دكتور ايه انواع الارانب قولي ايه الارانب اللي انت جايبها دي الاول والا الارانب دي ده نوع نيوزلندي نيوزلندي ده هو اللي هو بيتماس باللون البيض والعيون الحمرة اه انما ده هو ده شقه هاجين يعني نقول انه هو كان في حاجة نوع الماني او بيبيون بس حصل تحاجين بينه الاثنين الاثنين سواء كان النوع ده اللي هو نيوزلندي او البيبيون والكاليفورنيا وكده كل دي من انواع كبيرة الحجم انواع كبيرة الحجم ممكن يوصل حجمها ممكن يوصل وزنها الى الى 15 الى 20 رطل يعني ممكن توصل لتسعة كيلو ماشي والمتوسطة توصل لستة لسبعة كيلو تسعة كيلو انا اوما رشوف ارنب تسعة كيلو اه 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 ما هي دي صفات ورصية بقى الارانب البلدية الارانب البلدية ما يزيدش وزنها عن اثنين الى اثنين ونص اللي بنكله يعني لا البلدي البلدي اللي هو المصري اللي كان بيعيش في الجحور وكلام من ده فهماني انما احنا بديه سلالات مستوردة واصل الارانب اصلا في اسبانيا يعني حتى اسبانيا اه معنى كلمة اسبانيا او الكلمة المشتقة منها اسبانيا او هسبانيا اللي هي ارض الارانب ده الموطن الاصل الارانب اللي هي او المرارب وبعد كده انتشرت في دول كترة من العالم حتى في العالم الجديد يعني الناس الاسباني والبرتغال لما راحوا يكتشفوا الامريكاتين خدوا معهم ارانب انتشرت في اماكن تانية كتيرة وفي استراليا انتشرت وفي كل دول العالم انتشرت وبقى فيه تهجين والتهجين ده بينتج عنه سلالات جديدة طالما فيه تزوج بين انواع مختلفة من الزكرة احسن نوعي با انا شايف الانواع اللي هي النيوزيلاندي ده ثبت نجاحه جامد فقص اللي هو ده اللي هو الابيض ده اه الابيض ده ابيض وعيون وحمره خلي بالك فيه سلالة مصرية برضو محسنة اسمها جيزة لها نفس الشكل ده ولكن الفرو بتاعها اقصر والرجول بتعط اقصر من النيوزيلاندي طبعا الارانب وخير الارانب لا هي بس مستغربة المكان وتكتشف المكان وبتدور على الاكل وكده وكان معهم برسيم في شنط العربية في سنة طبعا الارانب ده حيوان وديع ومعملش صوت فده صالح للتربية المنزلية يعني مثلا الكلام بقى طوى واي عاجة تعمل صوت معانا مادام نشوة عشان بتربي ارانب تقريبا مادام نشوة يا مادام نشوة معانا يا جماعة مادام نشوة على الهواء كتير مساء النور سامعيني يا مادام اه سامعاك سامعاك قوليلي بتربي الارانب اه انا كنت بصراحة بربي ارانب قبل كده وكنت بربي زي النوع اللي قدام الدكتور ده بس كان كثيف الشعر اكتر اللي هما بيسموه تقريبا انجورا الانجورا اه الانجورا ده متخصص في الفرو انتاج الفرو والله اه وشعر طويل ومنفوش كده وربيت كمان يا دكتور اللي هو اللي عنيهم احمر دول مش عارفة باسموه اه 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 ما هو ده عنيه حمره كده بنوريلك العين الحمره هي اه اه بالمناسبة دي المسكة صحيحة الارانب فيه ناس بتمسكها من الودان دي وكتعي منها التهاب في الاوزن ده غلط انا بمسكه من جلد الافة كده والضهر مازي؟ اه من الجلد بتاع الافة اه اه حتى سيب الودان خالص اهو وانا مسك من الجلد كده مازي؟ انا عايز اعرف بقى من حضرتك ان انا لو هبدأ وارجع اربي ارانب تاني اه احتاج مبلغ قد ايه عشان مثلا اجيب بطارية بتحتوي على قد ايه ومثلا السلالة اللي حضرتك بتفضلها لتربية الارانب في البيت تمام اه حضرتك مدام ناسوة انا دلوقتي اعاوز اقول المساحة اللي عندي قد ايه دي الاول اه انا برضو هربي الارانب فيه اقفاص الارانب دي ادوار ماشي بتبقى معمولة برضو من السلك المجالفن اه ولكن مش زي بتاع الحمام بقى دي لها هيكل عشان الارانب هتتقل طب برضو بنخط الزكور لوحدها والاناس لوحدها بس الزكر لوحده والانسة لوحدها والانسة المسكن بتاعها مرفق بيه صندوق صاج الصندوق الصاج ده فيه فتحة بتخش فيه علشان تولد وتعمل العش وتولد وتردع صغارها ماشي اما الزكر مباشي فيه صندوق يبقى انا عندي ثلاث انواع يما مسكن زكر مفيش صندوق يما مسكن انسة مرفق بيه صندوق والصندوق ده فيه فتحة بتوصله للملعب السلك بتاعها ولو غطى من بره يعني انا ممكن هشوف برضو افتح وهشوف الايه دي اعمرها ايه الصغار دي يا دكتور دول كده عمرهم اتنين وتلاتين يوم يعني ادوك اتفطموا وبعدين وجبناهم علىه وعلى طول وبعدين عاوزة اقولك حاجة تانية فيه بقى ملعب للصغار او النتاج ده طبعا ايه هيبقى زيه زي بتاع الزكر ولكن بيبقى فيه عدد كبير وكده لو عاوزة ترجعي تاني بنشوف المساحة اللي عندك قد ايه والمساحة دي هنجيب القفاص والقفاص دي لها هيكل والهايكل ده هو والهايكل ده هو طبعا فيه بين كل دور ودور بيبقى فيه بيبقى فيه دور جسار كده علشان الروس بتاعهم وكده عشان النظافة عشان النظافة ده بيقولك ايه بقى فيه حاجات جميلة تانية للروس بتاع الارانب ده انه غالي جدا بالنيتروجين فبالتالي هو مسمت جيد للاشجار ونباتات الزينة وكده ماشي دي حاجة الحاجة التانية الديدان اللي بتستخدم ليه صد الاسماك بيربوها على روس الارانب ديدان هتستخدم صد ادي فايدة تانية يعني اما اجا اتكلم عن مشروع زي ده اخذه من كل الجوانب انت صح وبعدين لما اتبح الارانب دي لو انا هتبح الارانب مثلا ودي ودي مثلا كرفور ولا ادي العابد ولا ادي اي سوبر ماركت كبير الفرو ده ما يترميش بيتعمل بيه بقى ده بيخش في الملابس وفي الهدايا وكده يعني دايما كنا نشوف مدليات فيها ديل الارنب ديل الارنب بيشوف الفرو بتاعه كده هي تبقى متدل بجد ايوة ايوة شوف الفرو نعم ازاي واللانجورة اللي بتقول عليه مدام ناشوة ده متخصص في انتاج الفرو تمام بتقول ايه مدام ناشوة احنا معاك ايوة كنت هتقولي ايه اه الدكتور بيقول يعني على الاستخدامات بتاعت الفرو بتاع الارانب بقول له السادة المحامين كلهم اللي فيه جزء كده في الروب بيحطوا فيه جزء ابيض ده بيبقى برضو مصنع من الفرو بتاع الارانب اه ده عملنا ريسايكلنج لهو اه بدأنا نعمل تدويره اقولي اه لا ممكن لازم نصالح التب البطري برضو مع المحامين وكده يا دكتور انا عايزة اسأل بقى احسن انواع الارانب اللي هي تدي فرو ولح طيب احنا زي ما اتفقنا عن الوقت يهمنا يهمنا لو عاوزين نتكلم على المناعة البلدي منعته عالية خلال ده كده اه بعد كده اللي نجح تربيته في مصر في العشرين سنة الاخيرة او في التلاتين سنة الاخيرة نيزلاندي لابيت ده ثبت وجوده جدا كانتاج لحم وكمقاوبة للامراض ده كان معاك كاليفورنيا والناس بقى بتهجن كمان فيه الشانشيلا اللي هو الفضي وفيه جايانت فلندر جايانت كلمة جايانت يعني عملاط من الاوزان الكبيرة اللي بيوصلها بس انت عارف يا مدام نشوة ان علشان علشان نسبة التحويل فيها تلاتة الواحد يعني تلاتة كيلو علب يدوني كيلو لحم ماشي تب تلاتة كيلو علب بكام تلاتة كيلو علب بكتير بـ 18 جنيه بـ 18 جنيه بيدوني كيلو لحم بـ 48 جنيه او بـ 45 جنيه ماشي فدي حاجة جميلة جدا وبعدين لحم الأرانب احنا عاوزين نقول ايه برضو هو ليه الارانب يعني انا كان نفسي اية تسألني هو انت جاب لنا ارانب ليه وانتكلمنا عن الارانب ليه تب تخيلوا ان الارانب دي نسبة البروتين فيها اعلى من البقر والعجول والغنم والدجاج تب ونسبة الدهون اقل نسبة الدهون الناس اللي عندها الكوليسترول وعندها جليسردات سلاسية وعندها مشاكل في الاوعية الدموية والتصلب والحاجات دي لا ابعد عن الدهون العالية في الخنازير عالية جدا وفي الاغنام عالية جدا وفي الابقار عالية وفي الارانب اربعة في المية بس نسبة الدهون نما البروتين خمسة وعشر في المية يبقى سهل الهضم غنب البروتين قليل الدهون صالح للايه او احسن حاجة للايه لمرضى الكوليسترول والقلب شكرا يا مادام ناشوة شرفتين شكرا يا مادام ناشوة قل لي يا دكتور الارانب بتجيب حساسية في الجلد عند مين عند المربي يعني اه عند المربي لا بصي الحساسية دي مرد حاجة الواحد بتولد بيها ماشي انما الارانب لو جالها جرب ماشي وحنا معالجناه شي تنقل لنا اه 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 مش حساسية قامل اكلم لك الحساسية مش معدية ايه موضوع بقى ان يقولك ما تقولش انك مربي ارانب عشان هتتنظر ايه موضوع الحسد بصي بقى الارانب فترة الحمل بتاعتها 31 يوم ويوم ما بتولد بنودي الانسة للذكر ماشي هو في طريقة التلقيح كده نودي الانسة للذكر لان ايه في اليوم ده او تاني يوم بالضبط بيبقى قبلية الانسة للذكر عالية قبل ما هرمون اللبن يتكون هرمون اللبن البرولكتين يتفرز من الغدة النخامية لان ده لما البرولكتين بيعلى البرولكتين بيعلى الـ FSH او اللي هو الهرمون اللي هو الـ Fulical Stimulating Hormone او الهرمون المناشط لتطور الحويصلات اللي هي الحويصلات دي زي حويصلات جراف بتنفرز الاستورجين والاستورجين هو الهرمون الانسة والمسؤول عن قبلية الانسة للذكر بيقل البرولكتين يعلى الـ FSH يقل والاستورجين يقل لو يستنينا شوية اربعة ايام او خمس ايام هنبص لقى الانسة ترفض الزكر وما يتمش توقيع ويضيع علينا وقت على ما تخلص رضاعة ده معروف ان الارانب بتالد مثلا متوسط في المرة تمانية تمانية خلفة زي ده كده الارنبات تولد تمانية وتولد سبع مرات في السنة وانا عايز بسألك سؤال يعني مثلا الابيض ده اللي انت بتقول انه هو منتشر هنا ده بيولد بيولد نفس الخلفة بتاعته نفس النوع يعني لو ذكر ابيض نيوزلندي ابيض مع انسة نيوزلندي بيضة هيولد ولده ابيض تمام كيه بقى الصفات الانتاجية الصفات الانتاجية زي ما قلنا ان احنا بنقسم الارانب الى تلت تلت كاتيجوريز او تلت طوائل الطايفة الكبيرة جانت العبلاقة اللي هي بتوصل لخمساشر لعشرين راطل يعني حوالي تمانية لتسعة كيلو ماشي ده ده اقصى حاجة فيه ارانب مهما اكلتها خلاص سطوب وقفت على كده البلدي اخره اتنين كيلو اتنين ونص تلاتة بالكتير قوي ماشي انما ده بيوصل ثمانة لتسعة كيلو والمتوسط اللي بيوصل لخمسة لستة كيلو والصغير بقى او القزم اللي انا بنقول عليه اللي هو اتنين لتلاتة كيلو ندخل الارانب في الانتاج من عمر كام والله يبصي البلوغ هيبقى من ثلاثة لاربع شهور او نقول اربع شهور بس لو اتاقلنا شوية لخمسة شهور او خمسة ونص هيبقى انسب علشان ده الفرق بين عمر البلوغ والنطج ماشي اللي هو النطج الجنسي هتبقى قادرة على ان هي بقى الراحم بتاعها يقوي الصغار وتردعهم بعد كده ده بقى انسب اكيد يا دكتور هنتكلم عن الارانب تاني دلوقتي لازم مننهي حلقتنا عشان يدوبك انا الحق بقى اتبح الارانب دول واعمل عليه بشوية ملوخية بقى اقولنا في علاقة بين الارانب وارانبوش بقى ايوه نتكلم تاني عن الارانب الحلقة الجاية استنونا يوم الاربع الساعة خمسة مساءا مع دكتور حاتم باجات على قناة الصحة والجمال شكرا